العايز اختم بحاجة غريبة شوية رئيس الحكومة الذي خرج ليعلن بيان الهزيمة لهذا النظام امام ازمة انقطاع الكهرباء بيان الاعتراف بالفشل والغباء السياسي والغباء الاقتصادي والغباء الاداري في اتخاذ قرارات اوصلة البلاد لحالة الضلمة اللي هي فيها دلوقتي بس ضلمة بجد مش ضلمة كده مجازا رئيس الوزراء ده اللي بيقول لحضرتك انا هقطع عليك الكهرباء في المباني السكنية وبيقول لك لازم كلنا نرشد الاستهلاك واللي بيقول لك ان انت لازم تستحمل معايا واللي بيقول لك انا هتكلف 250-300 مليون دولار كنعب اضافي وما كانتش عامل حسابهم واللي بيقول لك ان انا هلعب المطشاط المغرب وان احنا هنشتغل اونلاين وان انا مش عارف هعمل ايه وهسوي ايه وان الحرارة لو ما نزلتش مفيش قدامنا اي حل وهوقف تصدير الغاز وطلع ينظر عليك ويحسسك انه عمل حاجات كتير قوي بقول لك انت لازم تستحمل انت متضايق انها بتقطع ساعة ساعتين لا اجمد معانا كده رئيس الوزر اللي طالع يعمل كل ده عارف كان فين وهو بيقول الكلام ده كان في مقر الحكومة في العالمين الجديدة حيث الكهرباء الوفيرة والغاز الوفير حيث لا تنقطع الكهرباء حيث محطة خاصة هناك بمدينة العالمين الجديدة تكلف انشاء المرحلة الاولى منها 500 مليون جنيه ثم قاموا بانشاء بعمل توسع عليها بتكلفة 610 مليون جنيه هناك حيث يرقد السيسي وشركاه وقف مصطفى مدبولي ومقر رئاسة الوزراء والحكومة في مدينة العالمين الجديدة اللي عمل المهرجان بتاع العالمين الجديدة اللي فيها مول بينور الصاعة 11 بالليل لان السماء بتاعته 3D منورينها كأنها 11 الصبح هناك واخدين كهربة البلد وطالع هناك يبشرك بالضلمة والعتمى ويقولك معلش الله لازم نطف النور وترشده لاستهلاك رئيس الحكومة هو بيعلن البيان ده كانت الدنيا ما شاء الله منورة حوالي مش بأهلها ولا حاجة لا منورة بالكهرباء المفروط تنور بيتك انت كانت منورة هناك في مقر الحكومة في العالمين الجديدة فده بس لازم نحط المشهد ده في سياقه عشان لما يطلع حد ينظر عليك وقولك استحمل قوله اخرص رئيس الحكومة بتاعك كان طالع منور من كل حتة وطالع بيقول لنا نعيش في الظلمة فالحقيقة امر معيب جدا لكن زي ما كتبت على تويتر من شوية مصطفى منبولي في بيان رسمي بيعلن هزيمة وفشل نظام السيسي امام ازمة انقطاع الكهرباء